ولتعزيز المساندة الإنسانية تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا وذلك في إطار عملية الفارس الهشم إثنانا وتعزيزا لذلك قام وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيانة بزيارة تفقدية إلى سوريا وتركيا مزيد من التفاصيل في هذا التقرير جسر جوي إماراتي لم يتوقف لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا تضمن المواد الغدائية والطبية وخيام الإيواء وذلك في إطار عملية الفارس الشهم إثنان التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عمليتها الإنسانية في المنطقة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وصل إلى العاصمة السورية دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد للبحث في مسار المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في الشمال السوري ناقلا تعازل قيادة الإماراتية للشعب السوري وذوي الضحايا الذين ارتقوا في هذا الزلزال المدمر متفقدا الأضرار التي خلفها الزلزال في الجانب التركي تفقد وزير الخارجية الإماراتي عددا من المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش متعرفا من المسؤولين الأتراك على مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الجمهورية التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة كما التقى سموه بوزير داخلية تركيا في منطقة كهرمان مرعش سليمان صويلو مؤكدا على دعم دولة الإمارات للجمهورية التركية الصديقة في هذه الظروف الصعبة بن زايد زار أيضا مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا الذي يقوم بمهامه في إطار عملية الفارس الشهم إثنان وكان في استقباله قائد فريق القيادة المتقدمة وأعضاء الفريق مثمنا جهودهم في هذه العملية التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تجسيدا للتلاحم العربي وتخليدا للدور الإماراتي الإنساني